الجن عندهم علم بالإعمار والتصنيع وعلمهم بالإعمار والتصنيع أكبر من علم الإنس يعني هم لهم وسائل معينة في مسائل البناء والإعمار وكذلك في الصناعات وكذلك في المخترعات عندهم تقدم لم يصل إليه الإنسبة الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه سخر لنبيه سليمان عليه السلام الجن فكانوا يقومون له بأعمال كثيرة تحتاج إلى قدرات وذكاء ومهارات وعلم ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجيفان كالجواب وقدور الراسيات فهذه أشياء تحتاج إلى مهارات وإلى قدرات بل توصلوا من القدم ولعلهم توصلوا من القدم إلى اكتشاف واختراع مثل الراديو والتلفاز وغير ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن بعض الشيوخ الذين كان لهم اتصال بالجن أخبره وقالنا إن الجن يعرضون عليه شيئا براقا مثل الماء والزجاج يعرضون عليه شيئا براقا هو مثل الماء والزجاج ويمثلون له فيه ماء يطلبون منه من الأخبار وما يطلبه هو منهم يعني شيء كأنه الماء والزجاج يعني كشاشة التلفاز مثلا شيء براق كالماء والزجاج وهو عنده فإذا نظر فيه أبصر ما هو مطلوب منه ويكون هذا أيضا وسيلة لنقل الأخبار منه إليه يعني إلى الجن قال فأخبروا إذا ما جاءتني الأخبار في ذلك الشيء الذي هو كالماء والزجاج فأنا أخبر الناس بما يأتيني من الأخبار ويوصلون أن يوصل الجن إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه يعني كأنها وسيلة إرسال واستقبال أعطوه شد جهاز للإرسال والاستقبال وهذا الجهاز يكون عنده فيرى فيه ويسمع أخبار الجن الذين يتعاملوا معه وأيضا يسمعونه صوت من يستغيث به من إخوانه يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول فأجيبه يعني أسمع صوت من يستغيث به من أصحابه هو شيخ من الشيوخ الذين يعاشرون الجن ويسيرون معه فإذا ما كان كذلك وله أصحاب يدعونه إلى الضلالة ائتنا فيأتونا فكان هذا إذا ما استغاث به واحد من أصحابه يا فلان يا سيدي فلان فيرد هو عليه كيف يرد عليه وكيف يسمع بوسيلة الإرسال والاستقبال التي اخترعها الجن في سالف الزمان في أيام شايف الإسلام تمية رحمة الله عليه المهم أنه هو يقول عن نفسه رحمة الله عليه جاءه بعض أصحابه وهو إمام من أئمة الهدى ليس للشرك في قلبه موضع وهو قائم على دين الله تبارك وتعالى على السوية رحمة الله عليه جاءه بعض أصحابه فقالوا جزاك الله خيرا يا شيخنا وبارك الله فيك قالوا ماذا فقالوا كنا في سفر وظل بنا السبيل في الصحراء يعني التهنى في الصحراء ولا ندري الوجه سنموت من الجوع والعطف فأخذنا نستغيث بالله تبارك وتعالى وإذا بنا نسمع صوتك ولا نرى شخصك وأنت تقول لنا الطريق إلى الجهة الفلانية يعني سيروا إلى كذا ثم انحركوا إلى كذا فستجدون الجادة والطريق المستقيم فأخذنا بإرشادك لما سمعنا صوتك وذهبنا إلى الموضع الذي أرشدتنا إليه فاستقامت أقدامنا على الطريق جزاكم الله خيرا قال أنا والله ما سمعت شيئا ولا قلت شيئا ولا انتقلت من مكان ولكن ذلك جني يحبنا ذلك جني يحبنا وكان محبوبا حتى من الجان رحمة الله عليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الضلال وأن يحرسنا وإياكم من شر الأشرار وأن يختم لنا بخير إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا